موسيقى مشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية انفانت كاتخ ضمن جلسة الأسئلة الشفاوية الشهرية الموجهة له بمجلس النواب أكد رئيس الحكومة سيد عزيز خنوش أمس أن الحكومة متمسكة بكل التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي خصوصا في شقه الاجتماعي كما شدد على أن الاقتصاد الوطني أبان عن صلابته ومتانة أسسه بفضل الاختيارات التنموية التي انخرط فيها المغرب تقرير عبدالطيب بن طلب حماية القدرة الشرائية للمواطن والاستثبار في القطاعات الاجتماعية وتقوية الوظيفة الحماية واجب وطني ستحرص الحكومة على الوفاء به الكلام لرئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب السيد أخنوش أشار إلى تمسك الحكومة بكل التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي خصوصا في شقه الاجتماعي رغم المرحلة العصيبة للاقتصاد المغربي والعالمي مضيفا أن الحكومة عازمة على مواصلة العمل على توفير الموارد الضرورية لمواجهة التبعات المالية لهذه الظرفية الاقتصادية والحفاظ على توازنات المالية العمومية رئيس الحكومة أفاد أيضا بأن الاقتصاد الوطني سيسجل معدل نمو يتروح ما بين 1.5 و 1.7% خلال سنة 2022 عوض 3.2% المتوقع في قانون المالية حسب المعطيات الحالية التي أخذت بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية السيد أخنوش أشار إلى أن معدل النمو المتوقع يتأثر أساسا بتراجع القيمة المضافة الفلاحية بـ 11% مقابل زائد 18% المسجلة خلال الموسم الفلاحي الفارق السيد عزيز أخنوش أكد أيضا أن الحكومة ستتمكن من توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتحمل كلفة الدعم الإضافي المخصص لأثمنة بعض المواد الأساسية ومواكبة ارتفاع أسعارها في السوق الدولية مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية دون اللجوء إلى قانون مالية تعديلي وقال إن الحكومة حريصة على ضمان توازنات قانون المالية بتوطيد مسار الاستعادة التدريجية لهذه التوازنات مع تعبئة الإمكانات الضريبية والجمركية اللازمة في موضوع آخر دعا مشاركون في ندوة وطنية حول موضوع تطورات ومكتسبات قضية الصحراء المغربية بين تثمين جهود ديبلوماسية الملكية ومساءلة تفاعل القوى الحية الوطنية نظمت بالدار البيضاء دعا إلى إحداث مجلس وطني للدبلوماسية الموازية تكون مهمته المساهمة في تعزيز الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة تفاصيل أكثر في ورقة صافيا عثمان في ندوة وطنية حول موضوع تطورات ومكتسبات قضية الصحراء المغربية بين تثمين جهود ديبلوماسية الملكية ومساءلة تفاعل القوى الحية الوطنية نظمت بالدار البيضاء دعا مشاركون إلى إحداث مجلس وطني للدبلوماسية الموازية تكون مهمته المساهمة في تعزيز الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة جاءت هذه الندوة من أجل تقطير مساءلة القوى الحية الوطنية على مدى دور الدبلوماسية الموازية من أجل تثمين المواقف الرسمية للمملكة خاصة أننا كان عرفوا أن جمعة الانتصارات التي حققتها من الدبلوماسية المغربية الرسمية التحتقية الجلالة التي حفظها الله التي كللت بمجموعة من الاعتراف من أقوى الدول على مستوى المتظم الدولي ولعلها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك جمهورية ألمانيا وغيرها من الدول المشاركون خلال هذه الندوة أوضحوا أن إحداث مجلس وطني للدبلوماسية الموازية من شأنه وضع أساس متين لتنسيق مختلف الجهود والتحركات التي تصب في خانة الترافع دوليا من أجل قضية الوحدة الترابية للمغرب تنظم سفارات الدول الناتقة بالإسبانية المعتمدة بالمغرب بشراكة مع مهد سيربانتس من التاسع عشر إلى غاية الثالث والعشرين من أبريل الجاري النسخة السادسة لأسبوع اللغة الإسبانية بالمغرب صافيا عثمان ومزيدا من التفاصيل تنظم سفارات الدول الناتقة بالإسبانية المعتمدة بالمغرب بشراكة مع معهد سيربانتس من التاسع عشر إلى الثالث والعشرين من شهر أبريل الجاري النسخة السادسة لأسبوع اللغة الإسبانية بالمغرب هذه التظاهرة تم تقديم برنامجها بمقر إقامة سفير بيرو بالرباط بحضور ممثلي السلك الدبلوماسي للبلدان الناتقة بالإسبانية بالمغرب ومدير معهد سيربانتس بالرباط كما سيعرف هذا الحدث مشاركة مجموعة من الكتاب والروائيين والأكاديميين من مختلف البلدان الناتقة بالإسبانية بالإضافة إلى أكاديميين مغاربة متخصصين في الأدب الإسباني سفارات الدول الناتقة بالإسبانية المعتمدة في الرباط أعدت بالمناسبة برنامجا ثقافيا يبرز أهمية اللغة الإسبانية في الشأن الثقافي والسياحي والاقتصادي أسبوع اللغة الإسبانية بالمغرب يعتبر مبادرة ولدت في إطار التعاون بين سفارة إسبانيا ومعهد سيربانتس بالرباط وصفارات الدول الناتقة بالإسبانية المعتمدة في المغرب هذه التظاهرات الثقافية تعد ثمرة تعاون بين سفارات الدول الناتقة بالإسبانية المعتمدة في الرباط ومع هاتير بانتس بالرباط هذا الأسبوع يشكل نافذة على الثقافة والأدب الإسبانيين والتعرف على مميزاتهما نسخة هذه السنة من أسبوع اللغة الإسبانية بالمغرب ستكون حفلة بالمواضيع الثقافية والأدبية المرتبطة بالثقافة الإسبانية والأمريكية اللاتينية أسبوع اللغة الإسبانية بالمغرب يهدف إلى تقريب الجمهور المغربي المهتم بثقافة الإسبانية واللاتينية للتعرف بشكل مباشر على فوائد اللغة الإسبانية في مجالات متنوعة تعد الخيمة الصحراوية خيمة الشعر كفضاء للسكن منتوجا تقليديا وموروثا أصيرا يحرص أهل الأقاليم الجنوبية للمملكة منها طنطان على الحفاظ عليه وصيانته من الاندثار باعتباره جزءا من الثقافة الحسانية العريقة التي تعد إحدى روافد الهوية المغربية روبرتاج عبداللطيف من طلب ضربات هي أشبه بإيقاعات موسيقية نساء تعاونية التحدي الحرافية للنسيج بطنطان تبدع أناملهن في صناعة الزربية التقليدية المنسجة من الصوف والخيام التقليدية الصحراوية نحن جبرنا أن هذه الحرفة من أجل أنها لا تنظر نجمعها والنساء ولو أن الإمكانية ما كانت مساعدة مليون بالمئة ولكن نحن بدأنا كبداية الحمد لله في 2011 بالضبط دخلنا في إطار شراكة مع أكالة الجنوب ومع وزارة الصناعة التقليدية عدد الخيام المصنوعة في التعاونية المعتمدة على المادة الأولية من البوادي تصل إلى 120 خيمة في السنة إنتاجية مهمة لنساء التعاونية التي ابتدأت في نقش اسمها جهويا ووطنيا منذ 14 سنة هذا النوع من الإنتاج عاد يلقائي قبال كبير وعاد مسوق حتى عالميا نحن منتوجنا هذا رنما نسوقوها في إطار وطني فقط بالعكس أنه عاد سلعتنا تمشي الأوروبا الخيمة الصحراوية فضاء للسكن وهي أيضا منتوج تقليدي وموروث أصيل يحرص أهل الأقاليم الجنوبية على الحفاظ عليه وصيانته باعتباره جزءا من الثقافة الحسانية دوليا أعلن لائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارتن غريفث أن الهيئة الأممية تبحث إنشاء مجموعة لتواصل الإنساني تضم أكرانيا وروسيا غريفث أوضح خلال مؤتمر صحفي أنه سيغزور تركيا هذا الأسبوع للقاء رجب طيب أردوغان من أجل الدفع باتجاه إنشاء هذه المجموعة تقرير حمزة الأخضر الأمم المتحدة تبحث إنشاء مجموعة للتواصل الإنساني تضم أوكرانيا وروسيا بحسب ما أعلن عنه نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفث والذي قال بأنه سيزور أنقرة للقاء بالرئيس التركي من أجل تحقيق هذه الخطوة غريفث شدد على أن أوكرانيا أبدت ترحيبا كبيرا بمقترحات الأمم المتحدة مضيفا أنه لم يتم الحصول بعد على رد مماثل من روسيا وأشار إلى أن كييف أعربت عن قبولها بالفكرة التي أطلق عليها تسمية مجموعة التواصل الإنساني والتي يفترض أن تضم أوكرانيا وروسيا تحت رعاية الأمم المتحدة معربا عن أمله بأن تستضيف تركيا على أراضيها المجموعة المزمع تشكيلها وأبرز المسؤول الأممي أن واحدة من المشكلات التي تواجه حاليا إقامة ممرات إنسانية تكمن في أن الجانبين لا يجلسان معا في قاعة واحدة ويتبدلان الاتهامات ما إن تتعرق الأمور وفي سياق متصر قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف اليوم الثلاثة إن موسكو بدأت مرحلة جديدة مما تسميه عملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا متوقعا أن تشكل تلك المرحلة تطورا مهما وقال لفروف في مقابلة مع قناة إنديا تيدي التلفزيونية إن مرحلة أخرى من هذه العملية في شرق أوكرانيا تبدأ حاليا وأنه على ثقة بأنها ستكون لحظة مهمة جدا في هذه العملية الخاصة بأكملها حسب تعبيره اقتصاديا يرتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في عامين يوم أمت في تعاملات متقلبة بدعم من صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما يتأهب المستثمرون للتكيف مع زيادة حادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي عودة مع حمزة الخضر الدولار يلامس أعلى مستوى له في عامين بدعم من توقعات بزيادات حادة في الفائدة الأمريكية سوق العقود الآجلة للفائدة الأمريكية تتوقع فرصة بنسبة 96% لزيادة قدرها 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر القادم وحوالي 215 نقطة أساس في زيادات تراكمية للفائدة في 2022 وهو ما يقدم دعما قويا للدولار العملة الأمريكية قفزت إلى أعلى مستوى في عشرين عاما مقابل العملة اليابانية عند 126 ينّا فاصل ثمانية وتسعين في حين لامس عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام أعلى مستوى في ثلاث سنوات وقفز مؤشر الدولار الذي يقص قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة إلى 100.86 وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2020 من جهته تضرر الأورو من غياب الوضوح بشأن موعد زيادة أسعار الفائدة في منطقة العملة الأوروبية ليتراجع بـ 0.3% واقتصاديا دائما أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة يوم أمس بعدما تأرجحت بين الصعود والهبوط طوال تعاملات اليوم بينما قارن المستثمرون بين أرباح إيجابية من بانك أوف أمريكا وقفزة من عوائد في عوائد السندات قبيل المزيد من تقارير نتائج الشركات هذا الأسبوع الأسهم الأمريكية تنهي جلسة مضطربة على انخفاض والمستثمرون ينتظرون المزيد من أرباح الشركات فبحسب بيانات أولية أنهى المؤشر ستاندرد أند بورت 500 القياسي جلسة التداول في بورسة وولستريت منخفضا بـ 0.2% إلى 4391.69 في حين تراجع المؤشر نصداك إلى 17.67 أو بـ 0.14% ليغلق عند 13331.92 من جهته أغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا بـ 34.77 أي ما نسبته 0.10% إلى 34416.46 وفي خبر آخر أجرت شانغايا المركز الاقتصادي والمالي للصين التي تضررت بشدة من موجة وباء جديدة من أوائل مارس منذ أوائل مارس أكثر من 200 مليون اختبار لحمض نووي على سكانها البالغ عددهم 25 مليون في أكثر من شهر واحد وأبرز المصدر ذاته أنه منذ العاشر من مارس نظمت شانغهاي 13 جولة من اختبارات الحمض النووي لمواجهة أسوأ موجة من وباء كوفيد 19 حتى الآن وذلك بدعم المتخصصين الطبيين الذين تم إرسالهم من أجزاء أخرى من البلاد لمساعدة المدينة العملاقة في مكافحة الجائحة لما تغو رمضان عنوان معرض الكاريكاتور الذي افتتح افتتح فعالياته برواق المعارض بالقاهرة بمشاركة أخبة من فناني الكاريكاتور والفنانين التشكيليين من خلال لوحات الكاريكاتورية يتناول المعرض المواقف الساخرة المرتبطة بشهر رمضان المبارك ويجمع بين جيل الرواد والأساتذة وشباب الكاريكاتور تقرير صافي عسما برواق المعارض بالقاهرة افتتحت فعاليات معرض الكاريكاتور الذي يحمل عنوان لما ترمضان بمشاركة نخبة من فناني الكاريكاتور والفنانين التشكيليين المعرض يتناول من خلال لوحات كاريكاتورية المواقف الساخرة المرتبطة بشهر رمضان المبارك ويجمع بين جيل الرواد والأساتذة وشباب الكاريكاتور هذا المعرض يحتوي على حوالي 60 عمل فني ل35 فنان بكلمنا عن العادات المصرية في رمضان والأفشات الزريفة والتركات الجميلة بتاع المصريين اللي هم متعودين عليها في رمضان سواء على الفطار أو على السحور بعض الفنانين شاركوا باللوح بورتري لفنانين مصريين ممثلين مميزين ولهم أعمال خالدة في رمضان سواء كانت أعمال درامية أو كومودية ويقدم كل جيل تصوره عن شكل الحياة في مصر وعلاقة الناس برمضان وتقوصه ونجومه حيث يتضمن المعرض مجموعة من البورتريهات الكاريكاتورية لبعض النجوم الذين شاركوا بأعمال فنية ودينية واحتفوا مع الجماهير لسنوات طويلة المعرض الذي تنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير يضم 60 عمانا ل38 فنانا يشكل فرصة لمحبي فن الكاريكاتير والباحثين عن البهجة لقضاء وقت ممتع مع أحب النجوم كانت هذه آخر مواد نشراتنا سفصل أوفاع أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني فانتكاتغ تيفي باين